اشتركوا في القناة وللأسف يقدم مادة كويسة ولكن لأسف بيكون ضرارها أكبر من نفعها هنقش الملف المهم ده في الدقاية اللي جاية مع ضفنا العزيز والكريم الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجال الصباح الخير أستاذ وليد أهلا بيكم شرفنا مساء الفل يا أستاذ وليد منورنا حبيبي الله يخليك الموضوع النهاردة حد قوي موضوع الصراء السريعة عند الناس على السوشيل ميديا النهاردة بالمصادفة شفت فيديو كليب مش اقول اسمه ايه ولكن مكسر الدنيا مكسر الدنيا مكسر الدنيا عامل فوق 3 مليون مشاهدة واحد بيكلم واحدة شايماء بيولار جاعي عودية شايماء حاجة كده عامل حالة غريبة النهاردة على السوشيل ميديا هو فكرة ده ثقافة الربح السريعة أو المكسب السريع غريبة ده عمر عبارة عن خلل في معادلة العمل يعني أصبح ايه احنا عندنا اختلال في قيمة أو معيارة عمل أو معنى العمل حصل ده نتيجة عامل هنتكلم فيها اصبح اليوتيوب من المصادر الاساسية ان انا اعمل اليوتيوب لمجرد ان اعمل مشاهدات فاتحصل على ده اي كلام تعال بقى يوازي ده فاكر ريتة بفكرة اللي ظهرت برضه عامل اللي هي فكرة الشجرة ان انا ادفع خلوس وبعدين اجيب تحتي 3 اشخاص التسويق الشبكي التسويق الشبكي وبعدين اربع اشخاص مع دعم شديد بين اجيال من طبعا احنا نتكلم على بعض الفئات مش كل الاجيال دعم شديد وانا علي ان اعمل فقط فيه ان انا اجمع عمر و 3 اربعة طب ايه الهدف من ده ان اتحصل على عائد مادي وقتاك الناس بتقولك بتعمل 3-4 دولار 3-4-3-3 دولار في الشهر وطبعا كان فيه دفاع شديد من اجيال شابة ان لأ ده استثمار وان انا بدفع 100 دولار فباخدهم 500 ده معناه ان اصبح المعيار المادي او الربح من العمل بصرف النظر ايه هو العمل يعني ثقافة الربح السريع انا لازم اكسب مش مهم اقدم ايه صح الفكرة دي فكرة متأصلة قدت بنا الى وضع سيء معناه ايه الوضع سيء او مش مزبوط معناه ان انا فلسفة العمل او فكرة العمل او مفهوم العمل تحول مني انا بقدم خدمة للمجتمع يؤجرني عليها المجتمع بعد ما انا الخدمة بتاعتي افادت المجتمع يعني قيمة المضافة للعمل زمان في الستينات والسبعينات كنت تسأل الطفل عايزة طلعي ايه كان يقولك ضابط زي ما اقول لقيمة بتاعت حماق ما وراء مفهوم القيمة انك بتشتغل الزابط بتحمي الوطن زابط دكتور مهندس نهاردة لو سألنا اطفال يقولك انا عايز اكسب عايز فلوس كتير اه طبعا لا لا عايز فلوس كتير واعمل ايه علشان يجبلي فلوس كتير يعني هاخد كام مقابل ان انا اشتغليك والشباب النهاردة يشتغلوا في اي مهنة اقولك المرتب كان صح يعني هو تحولت في مفهومه او في مفهوم الجامعي للاجيال الشابة ان العمل معناه ان انا اخد فلوس وفي اجيال برضو جديدة تطلع من الكلية تقولك انا عايز سافر برا ليه شقة وشالية وعربية هذا هو مفهومه عن الحياة السعيدة بصرف النظر عن هذا حتى لو كان ده في مقابل قيمة يعني يعني مثلا هو مقابل قيمة خير اه طبعا لو في مقابل قيمة وهتسأله عايز تعمل ايه مش هيقولك عايز شقة وعربية وشالية هيقولك عايز اشتغل كذا عشان اقدم كذا وبالتالي يؤجروا المجتمع او يدفع له يعني معنى كده ان العمل مفهوم العمل هو اني بقدم خدمة او قيمة لمجتمعي افيد بها المجتمع ثم اخد اجر على هذه الخدمة دي المعادلة المزبوطة لكن تختل المعادلة عندما اكون في اعتباراتي فقط اني احصل على كام او قدي ايه بصرف النظر انا بقدم ايه خليني اخد مجموعة من التعليقات السريعة وعايز اعرف رد حرك عليها ناخد مثلا وليد الحرثي وليد الحرثي معلش هبدأ به الاول وليد بيقول ايه هو مواطن على ما يبدو من المملكة العربية السعودية بيقول اكتر من 40 الف كتاب على موقع امازون طبعا الشهير موقع الاجبر اللي يتسوق في العالم ال 40 الف كتاب كلهم على فكرة واحدة بس كيف تصبح مليونير وكلها زاد مبيعات مرتبعة ده بيحقق عندك ايه او بيوصلك مفهوم ايه هو بيوصلني ان الوحيد اللي كسبان من هذا هو المؤلف بتاع الكتاب مضبوط ده التدوين اللي بقعده ده بالضرور اه يعني هو الوحيد اللي بيكسب هو الرجل اللي عمل الكتاب ده هو بس يعني خلينا عمر هقولك دراسة مهمة دلوقتي خلينا نقول ايه 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 القيمة القيمة الاجتماعية هي مجموعة من التصورات القيمة عموما هي مجموعة من التصورات اللي بتؤدي لاختيارات سلوكية اخلاقية يعني انا تصوري ايه عن القيمة الفلانية او عن المعارة الفلانية عن الخير او عن العمل او هي مجموعة من الاخلاقيات اللي بتستطيع ان انت تختار عن طريقها البدائل المتاح تيجي منهم قيمة العمل فكرة العمل ايه فكرة العمل فكرة العمل اني اصنع شيء جيد اقدمه لمجتمعي يستفيد منه المجتمع وبالتالي يعود علي فائدة ده الشكل بتاع المفهوم الاساسي لنظرية العمل طب هو اللي بيطلع لايف ويكسب من اللايف ده مش عمل ما الذي قدمه لمجتمعه رقم واحد بها طلعين لايف طب الرقم احنا طلعين لايف بس احنا بنقدي رسالة معينة مفترض لكن فيه واحد قاعد مع مراته بقاعدين على ترابيزة ومعهم بنتهم وبيتكلموا في امور عادية هنا المعيار هو عدد المشاهدات وبالتالي المكاسب اللي هيحققوها بصرف النظر عما يقدمونه من رسالة ده محققين ملايين ما هي دي المشكلة بقا هل احنا عاوزين نربي اجيال او نتناقش مع الاجيال الجديدة ان انت ازاي تحقق ملايين ولا ازاي تعمل عمل لي قيمة مضافة تاخد عليها اجر ايه السؤال السؤال اللي احنا لازم نسأله للاجيال او احنا نتناقش معهم فيه لانك انت الراجل اللي قاعد مع مراته وبنته بيحققوا ملايين عندما يصبح هذا هو الامل الوحيد او القضوة الوحيد ليه اجيال جديدة شايفة ان ده هو معيار العمل هو الكسب المادي يبقى احنا هنا فيه مشكلة لان هذا المجتمع مختل فيه دراسة هو مجتمعنا او لكل المجتمعات كل المجتمعات كل المجتمعات نتيجة وسائل الاتصالات وسائل الاتصالات السريعة واشكال الارباح اللي هي ملخبطة في الهرم المجتمعي ده انا هقولك دراسة في المانيا حصلت خدوا بالهم نفس الفكرة الدراسة الاولانية عن تعرف الصراع بين الاوروبيين والامريكان الاوروبيين تقليدين واكثر حضارة والامريكان يعني مجتمع جديد عاملين دراسة شافوا ان فيه شركة امريكية كبيرة عملت برنامج او اشتركت مع الجيش الامريكي فيه مشروع اسمه مفن مشروع ده مشهور الموظفين استقالوا 42% من الموظفين الموليد قبل التمانينات استقالوا من الشركة الامريكية الكبيرة لانه شافوا ان هذا المشروع غير اخلاقي يعني لأثار سلبية على المجتمعات او على العالم اللي هو المشروع هو مشروع امريكي سري بيتعلق بأسلحة خاصة بالبيئة يعني بتتعامل مع أسلحة حديثة خاصة بتغيرات في شكل البيئات طبعا احنا عارفين اسم المشروع وعارفين التفاصيل وفيه دراسات عمل بس تفصيل المشروع نفسه احنا يعني ما فيش تقارير بتقول تفاصيل المشروع المهم اللي يهمنا هنا ان الاستقالات من هذا العمل طبعا رغم المرتبات الكبيرة اللي بياخدوها وصلت منها الدراسة الأوروبية اللي هي طبعا بتضرب بالأمريكان لأن الأوروبيين الفرنسويين يعني حروب ذات حضارة ولسه الحضارة عندهم قيامية طبعا يا عمر كل ما بنتجه شرقا نحو الشرق كل ما تزيد معيار القيمة عن معيار المادة في المفترض حسب تكوينة هذه المجتمعات الأديمة الحضارية كل ما بتتجه غربا كل ما ترتفع قيمة المادة مقابل القيم أو الفضاء الاجتماعي الدراسة اللي عملوها الأوروبيين دي دراسة منشورة يعني صحف كتير السنة اللي فاتت بتقول ان موليد ما قبل التمانينات هم اللي بيربطوا العمل بالمعيار الخلقي أكتر مما بعد طبعا احنا بعد التسعينات دخلنا في أجيال شهد التطورات اجتماعية شديدة وشهد التطورات في الاتصالات ومصابر أخرى للدخل المختلفة مع كل الانترنت طبعا فتطورت أو اتغيرت قيمة أو مفهوم العمل طيب أساسينك نخرج لفاصل عشان نرجع عايز عندي أسئلة بخصوص الدراسة دي وبعض التعليقات الحقيقة اللي جايالنا فيما يتعلق باللايف وثقافة الصراء السريع أرجوكم خليكم معنا بعض الفلسط برحب حضراتكم مرة أخرى وبجادة ترحيب وبالكاتب الصحف الأساس وليد تغان فكرة الصراء السريع الناس لا يستعمل أي حاجة على السوشيال ميديا تطلع عليها بتتكلم في أي حاجة حتى لو تدور نفسها و تدور المجتمع و النتيجة بتكون كارثية في بنات تدمر مستقبلهم في عائلات تدمر مستقبلها بسبب هذه الثقافة إزاي نحمي نفسنا نحمي أولادنا نحمي مجتمعنا أنا عايزين أقولك الأول إحنا وصلنا للمفهوم إن المفهوم الخطر المفهوم الخطير المجتمع يا عمر بيراستر نفسه بيقفل ويفتح نفسه من جديد في الاضطرابات الاجتماعية يعني آخر 15 سنة إحنا شفنا اضطرابات الاجتماعية ويكفي 2011 أضافت يعني أيام ما أعلم بها الله ربنا أضافت أو كانت مساهمة كبيرة في بعض الاضطراب القيمي في المجتمع كشفت الغطى عن أمراض اجتماعية كشفت الغطى ساهمت فيه معادلات مزيد من غليان الغطى الغطى اللي اترفع المساوئ الاجتماعية وفي النهاية إحنا لسه بنعاني من أصارها حتى الآن يعني رغم الدولة مثلا بتعمل مشاريع دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بتعمل مشاريع لتمكين المرأة المعيلة وتمكين الشباب هناك من يستفيد طبعا من هذه في شباب نجح وعملوا بشوار كثير كثير لأنه كان قيمة العمل عنده أو معيار العمل عنده هي زي ما احنا بنقول قيمة مضافة للمجتمع مقابل خدمة أنا بقديها مش المعيار لكن على الناحية التانية هتلاقي شباب لجأوا بالمنطق اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المنطق الصعب أو الخطير أنه يدير رأس ماله فيه اكسسوارات موبايل أنه يعمل محل أكل أنه يعمل مقهوة يعني هو بيسأل إيه اللي يجيب فلوس كتير النهاردة وده معيار الخطورة لأنك أنت لما تسأل عن عمل أنت بتسألش عن أنا هقدي إيه لأ أنت بتسأل أنا هكسب إيه فيه التوكتوك ظاهرة التوكتوك وديه ظاهرة خلي برضه تدخل ضمن إقدار المسألة الربح السريع طبعا الربح السريع ده شيء أو يدخل عنصر ضمن معادلة الوعي الاجتماعي يعني ضمن معادلة الوعي الكبيرة بتيجي دفوء اسمه ثقافة الربح السريع التوكتوك لو تلاحظ خلى مفيش حرفيين شباب يعني مفيش حرفي عاوز يتعلم يبقى حلاق أو يبقى سباك لا هو عاوز الـ 200-300 جنيه اللي بيجبهوله يجبهوله على التوكتوك وعمال يلف بيو الشارع يلف بيو الشارع وبالتالي ده نموذج واضح على مسألة تغير قيمة العمل لما احنا بنكلم الشباب النهاردة احنا بننتقدهمش يقدم طب مقابل أجر يحصل عليه من المجتمع وتقدير مهم وتقدير معناوي القصطة الصناعي الشاطر بيتقال له أباش مهندس قصطة قصطة نجار صحيح قصطة نقاش صحيح معلم ولحظة أمر برضو ان العوائد المادية لما انت تكبر في مهنتك بتكبر معاك أكيد واهم حاجة الانسان اجتماعي بطبعه يعني تقدير المجتمع مهم هو المهم كمان انك انت تبقى عندك العقيدة الداخلية انك تعمل لصالح المجتمع مش نفسك بس طيب احنا ليه بنشوف صفات الانانية والانمالية انا مليش دعوة بالله الناس تتخاني ليه لأن لما قيمة العمل اتغيرت من معادلة تعاون بيني وبين المجتمع أصبحت قيمة فردية ليه كده أنا عايز أكسب ازاي وبالتالي أصبحت اناني أصبحت انا مليش دعوة والآخرين ظهرت نماذج سيئة أو مش سيئة يعني مش مظبوطة للاستعلاء المادي يعني أصبح فيه شباب يحكم عليك من الموبايل بتاعك من نوع عربيتك كل هذه هي نتيجة عوامل كتيرة بتؤدي إلى اضطراب في هذه المعادلة طيب اسمحني أخذ تعليق عجبني جدا من الأستاذ محمد الغبان أستاذ محمد الغبان بيقول إيه بقى خدها قاعدة إذا وجدت إغراء بالثراء السريع فانتبه فهذا المطب الأول أما إذا كان بدون مخاطرة فهنا انتبه مرة أخرى قد تكون أنت السلعة التي ستجلب لهم المال لأن تبحث عن الصراء السريع يعني دي جزء مهم أنا عايز أخذ الجزء تاني منه وأخذ تعليق حضرتك عليه إذا كان الصراء السريع بدون مخاطرة بدون تعب بدون أي شيء خد بالك لأن في الحالة دي هتكون أنت السلعة أنت البضاعة الألمان قلت لك في بداية الألمان عملوا الدراسة على نفس الفكرة على نفس الموضوع لأوا أن فكرة الصراء السريع ارتبطت ب انتشار الشركات متعددة الجنسيات في أوروبا اللي هي الشركات الأمريكية على وجه التحديد العابرة للمحيطات أو العابرة للقرارات اللي هي بنقول عليها الشركات الكبرى الألمان لما عملوا الدراسة دي كانت في نهاية في 2007 هذه الشركات يعني احنا بنتكلم على الضحية أنا أصبحت الضحية هذه الشركات دخلت هذه المجتمعات بثقافة استهلاكية المجتمع الألماني مجتمع يحب العمل دخلت هذه الشركات بثقافة استهلاكية هذه الشركات مش شركات وطنية هي بتسعى لترويج بضاعة ما بتعلمك قيم اللي استهلاك وبتعمل عندك نوع من الإبهار في الإعلانات وزي سلسلة المطاعم الشهيرة تلاقي الطفل الصغير نفسه يروح المطاعم والسجار الأمريكي الشهيرة أو السجار الأمريكي لأنك أنت يعني عملت تغير قيمي عن طريق الإعلانات والإبهار والأفلام و حتى الأكل سندويتش طبيعي خالص لكن أنت بتعمل وراس سندويتش قصة وأبعاد بأنك أنت تنتصر لازم تجوع أو أنت بتتفرج على الإعلانات بالظهر لازم تجوع لأنك استخدمت كل عوامل الدعاية في تغيير هذا ما هو السندويتش ده أو أن أنا أروح هذا المطعم معناها قيمة استهلاكية معناها أني لازم أوفر ثمن مع أنه ما يفرقش عن سندويتشات أخرى لكن في النهاية أنت بتغير في زهن الأجيال الجديدة أفكارهم عن الأول بعنصر الإبهار عن أنا عاوز أوصل لإيه وأعمل إيه مقابل أن أصل لهذا طيب فكرة الصراء السريع ممكن لو تحقق الصراء السريع على شخص غير مستعد لهذا اضطراب نفسي شديد هل ممكن يكون زي الشخص أنا آسف يعني السفيه اللي تدوب من دقية فضرب بها رجله ده بالضرورة بيضرب بها نفسه وبيضرب بها رجله وبيضرب بها اللي حواليه وعندنا نمازج كتير قوي حصل عندها معادل متلازمة ما بعد الصراء السريع دي متلازمة نفسية بتظهر أعراض اضطرابات نفسية على البني آدم أو على الشخص اللي تعرض لهذه ما كانش تكوينه النفسي يسمح بالتدريج 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 خلقة ربنا في بكون كده الطبع التراتبية التراتبية هي تراتب هي مش تراتب مركز أو مش هي تراتب خبرات والسعداد نفسي ثم معنى لما وصلت يعني أنا دلوقتي أصبحت راجل صاحب شركة كبيرة قوي لإستثمارات البناء بالضرورة عشان أصل لهذا المكان هذه المكان كان خط عبارة عن فترة من الزمن اتطورت فيها التدرج فيها التدرج الطبيعي من أعلى من أسفل لأعلى في معادلة مهمة بيتكلموا عليها في المجتمع المصري كان فيها عاملين لوصولنا لمسألة ثقافة الربح السريع السبعينات ومعادلة الانفتاح معادلة الانفتاح كان المفترض إنها تحصل وإذا ما بيحصل الآن معادلة صناعية بنامي الصناعة بنامي الزراعة بنامي تنمية لمعيار القيمة المادية بدلا من معيار دعم الصناعة التوكيلات اللي ياخد توكيل يجي بيه اللي هي الاقتصاد الهامشي أبقى لش الاقتصاد الريعي يعني إن أنا بطلع اتنين جنيه من بنتلقون اشتريته استوردته وبيعته أزيت باثنين جنيه هذه الثقافة ده سهمت فيه فكرة أو تنمية ثقافة ربح السريع المجتمع وقتها ما أخدش باله لأن ما كانش مستعد إن هو يفهم هذه المعادلة فيه معادلة تانية مهمة نهاية التسعينات بدأت رجوع من أجيال ترجع من المصريين اللي عاملين في الخارج في الدول بعض الدول العربية ورجعوا بالجيل التاني منهم الجيل التاني منهم نشأ فيه مجتمع استهلاكي وعاد للمجتمع المصري ببعض طبعا بعضهم عاد للمجتمع المصري بالقيم الاستهلاكية اللي شافها في هذه المجتمعات دول ما كانش أعداد قلية لدول كانوا حمالي حوالي 8 مليون 9 مليون وفيه ما فوق وقصارهم ده كان عامل مهم إن هو يعمل خليط في المجتمع المصري أو معادلة في المجتمع المصري معادلة التراب ظهر وقتها لو تفتكر الجنيه غالب الكرنيه واللي معهوش ما يلزموش دوسع الجنيه تعالى دوسع الجنيه واللي معه قرش يسوى قرش كل هذه مفاهيم لم يكن المصريين يعرفون لها بالعكس المجتمع المصري عمره طول عمره ما كانش مجتمع سري كانت الأسر مبسوطة يعني بيقولوا عليها مبسطورة الأسر مبسطورة وطبقة متوسطة عاليا ودنيا وكان الغرض أو الإيمة زي ما احنا كنا بنقول المثل إن الشاب عايزة لعظة عايزة لعى دكتور التغيرات اللي حصلت من التمانينات من السبعينات تمانينات التسعينات نحن نجني هذه الأثار من باتا من فاكر الجزم بتاعة باتا الحلوة دي الجزم بتاعة باتا بعد المدارس بتاعة باتا والشرطة اتنقلنا اه اتنقلنا التسعينات الحاجات تانية خارج النهاردة زي ما بقولك انت فاكر في التمانينات لما طلع عند الدكتور هو الخمس عين عربية بين وعيادة وعروسة هذه مفاهيم ما كانوش مصريين يعرفوها يعني دي مفاهيم دخيلة الفكرة بتاعة اني أنا دكتور كان الحكيم دكتور كان الحكيم وكان بيحل مشاكل القرية وبيحل المشاكل الزوجية وبيجيب تبرعات عشان يبني جامع او كنيسة يعني كان المجتمع المجتمع المصري ده مجتمع قيمي حقيقي لانه مجتمع شرقي قيم على حضارة 8000 سنة اخر حاجة عايز اقولك عليها فكرة اننا اعيش في حياتي علشان ولازم برضو نكلم شبابنا في الحكاية دي واننا اعيش عشان اجيب الشقة والعربية واخد مرتب جيد وانزل يوم الجمعة اروح المول دي فكرة مش بتاعتنا مش الثقافة المصرية الشيء التاني دي فكرة بترجع بينا للفكرة الاولية عن العمل اول ما المجتمعات كانت بدائية كان الانسان بيعمل علشان يحقق مأكل وملبس ومشرب فقط دي كانت الفكرة الاول احتاجات الاساسية لما تطورت المجتمعات اصبح الانسان عمله بيضيف الى المجتمع واصبحت معادلة بينه وبين مجتمع وتعقدت العلاقة فاصبح فيه حاجة اسمها سوق العمل اللي الدولة بتعمله دلوقتي بتأهل جيل عشان يفيد سوق العمل مش الجيل ده مجرد انه يشتغل لا يشتغل ايه ويرجع بقيمة مضافة على نفسه وعلى المجتمع اسمح لي اخد تعليق بقى وده نختم به من عبد الرحمن الباز ده عبد الرحمن الباز يعني وشاهد اشاهده من اهلها عبود بقى بيقول ايه بقى نشوف بقى الكلام الجميع بقول من سنة كنت بتع ربنا الاقي شغل ما اتبهدلش فيه واجرب شعور استقلالي المادية المرة بحياتي بيقول ربنا استجاب وقاعد باشتغل من غير ما اضطر حتى اطلع من قطي دلوقتي بقى بدعي يجيلي فلوس من غير شغل خالص عشان الحياة دي مش عجباني وانا ظهري وجعني من القاعدة دي كل يوم صراحة هو البني ادم كده نمروض يعني واضح نحن هو اشتغل على سوشال ميديا وعالنت وبتاعو التليفون وبا يكسب دلوقتي بقى عايز يجيلي الفلوس حتى من غير ما يحط على الكمبيوتر أو على الموبايل نسبة كبيرة من كمان وده مع يعني يتطفق مع الكاذب عبد الرحمن عبود فكرة ثقافة المسابقة اطلب نمروض كذا علشان تكسب مليون جنيه اصبح ده خلاصة او اشارة او لفكرة ان انا عايز اكسب اصبح هدفي في الدنيا ان اصل الى ان النمروض جمع معايا واجاوب على السؤال اه اقوم اكسب دي الخطة اللي هتنقلني اللي هتنقلني في حياتي هاخد المليون او الاثنين مليون طبعا الشركات اللي هي بتاع ديها حقاقت ارباح شديدة من فكباس بسطاء بسطاء بتتربح من احلام البسطاء بس هي الاحلام البسطاء دي كمان ما كانتش برضو احلام مشروعة شوية لاني انا لما اكسب عن طريق رقم موبايل معناها ان انا حست يعني احست المال او حست المال بلا مقابل طب مش احنا برضو احنا صغارين كانت فيه مسابقات بتاعت الليبان دي فكرها طحيح وتجمع كاس العالم وفي الالبوم صحح وطاعة تشتريب بس لاحظ عاملة صديقية عشان نكسب عجلة ولا نكسب صحح بس لاحظ ان احنا لما كنا بنعمل هذه الاحوال ما كانتش ما كانش العامل الاساسي في حياتي ان انا اجمع الالبوم ده انا كنت عاوز اشتغل طيار وفي نفس الوقت اكسب العجلة اكسب العجلة اكسب العجلة اه لكن المشكلة او الخطورة بتيجي لما الحلم بتاع الثقاء الطفرة يتحول الى هدف في الحياة طبعا لان ودي مشكلة بنقولها فيه شباب كتير او بتلاقيهم زي الوارد النهاردة استفاد من مشروع معين هاخد قرد من مشروع معين هقول لان الشباب بيبنوا حقيقي بيعملوا فعلا بيشتغلوا بشكل مؤسسي لكن الخطورة فيه فئات اخرى هذه الفئات زي ما بقولك المجتمع بيرسر نفسه عام بيفتح وقفل نفسه تاني بعد فترات الاضطراب الاجتماعي الكاتب الصحف الوأساس ووليد طغان انا متشكر جدا على المحور الوعي والجميدة وفكرة الوعي واهمية العمل هي دي القيمة الاصيلة اللي ربنا خلق فينا نشتغل ونكد ونكدح عشان نحق مجسد مادي ونحق عائد نقدر نحس مدي حياتنا نشكرك غير كده هو اللي يبقى غير سوي وغير منطقي واكيد هو ده الله يضرش دي فترة من فترات لكن نكتزها ضد الله بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتك وشكرا لحضراتكم تسبوع على خير ونشكرا اليوم السابق بإذن الله لكم لحضراتك لحضراتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة